لطالما تميزت العلاقات المصرية الفرنسية بتعدد الركائز والمقاومات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها والتي أتحت للبلدين إقامة علاقات بناءة ومثمرة تمثل نموذجا متفردا لعلاقات مصر بدولة رئيسة في الاتحاد الأوروبي هذا ما تم التأكيد عليه خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع وكبار قادة الجيش الفرنسي لقاء بحث خلاله الجانبان مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين اللقاء تطرق كذلك إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في كل من ليبيا وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وجهود مكافحة الإرهاب وقضية الهجرة غير الشرعية قضايا إقليمية حظيت باتفاق رؤى الجانبين حيالها والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها عقب اللقاء شهد الرئيس السيسي وضيفه رئيس الوزراء الفرنسي مراسم التوقيع على اتفاقيتين حول التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين مراسم توقيع إعلان نواية بين وزارة الدفاع لجمهورية فرنسا ووزارة الدفاع لجمهورية مصر العربية والمتعلق بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع وسيقوم بالتوقيع عن الجانب الفرنسي السيد جون إيف لودريون وزير الدفاع الفرنسي وعن الجانب المرصري السيد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر العربية مراسم توقيع عقد شراء جمهورية مصر العربية لعدد اتنين حاملة طائرات مروحية من طراز مسترال من جمهورية فرنسا وسيقوم بالتوقيع عن الجانب الفرنسي السيدة ناتالي سيمارنوف نائب رئيس مجلس إدارة شركة DCNS وممثل الحكومة الفرنسية وسيقوم بالتوقيع عن الجانب المصري السيدة اللواء بحرية أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد حضر مراسم توقيع الاتفاقيتين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي وعدد من كبار قيادات القوات المسلحة المصرية والفرنسية